بجدول أعمال يخلو من الموازنة البرلمان يستينف جلساته السبت المقبل والمالية النيابية تعد جدولاً لاستضافة الوزراء مع تفاقم الخلاف الكردي بارزاني يحمل قبادة المسؤولية والاتحاد يتهم الديمقراطي بممارسة التمييز بتوزيع الواردات الشكاوات تعالى من التلكؤ بتجهيز مفردات البطاقة التموينية وسلة الغذائية تختفي خلف وعود وزير التجارة بطائرتين خاصتين بدء عمليات إجلاء الجالية العراقية من السودان وقائد الجيش يوافق على مبادرة إفريقية لتمديد الهدنة أهلاً بكم يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل بجدول أعمال يخلو من الموازنة العامة ونشرت الدائرة الأعلامية البرلمانية جدول أعمال الجلسة حيث تضمنها التصويت والقراءة لستة مشاريع قوانين ومن بينها التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية هذا وأعلنت اللجنة المالية النيابية أن اللجنة أعدت جدولاً خاصاً باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للإطلاع على التخصيصات الخاصة بالمؤسسات في الموازنة بيان للجنة أكد إعداد جدول خاص باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للإطلاع على التخصيصات والاحتياجات بما يسهم في تمكينها من أداء مهمتها في خدمة المواطنين وتنفيذ البرنامج الحكومي وأضاف البيان أن اللجنة ستكون لها اجتماعات بشكل يومي على مدار الأسبوع باستثناء الجمعاء بغية إنضاج قانون الموازنة هذا وتوقعت لجنة الاستثمار النيابي إقرار مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري في غضون شهر من الآن عضو اللجنة محمد الزياد قال بأن المالية النيابية أخذت جميع الآراء والاعتراضات على القانون وأن دراسته تحتاج إلى وقت أكبر الأمر الذي يتطلب تمديد الفصل التشريعي مشيرا إلى أن مالية البرلمان أكدت حاجتها إلى ما لا يزيد عن ثلاثين يوما لتمرير الموازنة تنتظر آلاف المشاريع الخدمية تشريع الموازنة المالية للبدء بتنفيذها يأتي ذلك في ظل مخاوف شعبية من أن تكون هذه المشاريع حبرا على ورق كسابقاتها مع تخصيص الجزء الأكبر منها كموازنة تشغيلية إلا أنها المحرك الأساس لمشاريع البنى التحتية في العاصمة والمحافظات الأخرى فالموازنة المالية ينتظر إقرارها للشروع بتنفيذ المشاريع بعد سنوات من الدمار والخراب وسرقة الأموال لا حتى الحكومة لا تستطيع أن تعمل وتؤدي واجبها بشكل صحيح ما لم تكن لديها أموال فهذه الأموال موجودة في الموازنة العامة أنا أعتقد لدينا مشاريع كثيرة هذه المشاريع الحكومة وضعت خطة لإعادة تكملتها وستبدأ بالمشاريع التي تنسبة الإنجاز بها 70% فما فوق هذه مشاريع جاهزة أعتقد أنه اليوم يجب أن يتوفر السيولة المالية يجب أن تعمل المحافظات تعمل المشاريع الأخرى اليوم بغداد تحتاج إلى أبنا تحتية المحافظات أيضا كله متوقف على إقرار الموازنة زيادة نسب التنمية والمشاريع العمرانية ترتبط بالإسرع بإقرار الموازنة فالأموال المرصودة فيها وإن ذهبت لأماكنها الصحيحة سيؤدي ذلك لإنعاش الواقع الاقتصادي وتحريك عجلة العمل والتطوير الشعب العراقي دائما يطمح للأحسن تمام الأولاء هذا يعتمد على الدولة والحكومة الحكومة إذا قررت الميزانية نحن هنا في السوق نحن هنا محلي الشركة ماتت هنا نحن قاعدين هسا نحن لا يوجد موازنة نحن نعتمد على شنو المشاريع من نصير مشاريع أكيد هذا راح يحتاج الحاسبة الطابع اللابتوب كذا إذا موازنة لا يوجد شون تشتغل الأكيد هي مشاريع متوقفة بسبب الموازنة نحن زيادة وأيضا بسبب الفساد نحن زيادة هذه كلها تأثر على حياة المواطن فنتأمل نتأمل أنه تنقرب أسرع وقت ممكن حتى هاي العالم تبدأ تعيش كل المواطنين يعني يتمنون هذا الشيء يعني كل ما يعني صير مشاريع كل ما يصير تقدم أكثر في البلد ومع انقضايا أربعة أشهر من هذا العام فالخطة والمنهاج الاستثماري في الموازنة يحتاج لبدء التفاوضات مع المقاولين والشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع بشكل صحيح وأن لا تكون كسابقاتها محتفظة بخانة الوهم من بغداد حيدر انصيف قناة الرابعة إذن الآن سيكون معي مباشرة وعبر الهاتف النائب المستقل السيد كاظم الطوقي أهلا بك سيدة النائب إذن أبدأ معك من المباحثات فيما يخص قانون الموازنة إلى أين وصلت هذه المباحثات وأيضا ما فرضية أن يتم تمرير القانون هذا الشهر تفضل تحية لكم ومشاهدكم الكرام وضيفكم الكريم بما يخص الموازنة بعد القراءة الأولى والقراءة الثانية وتم إبداع الملاحظات حول الموازنة وتسليمها على اللجنة المالية أخذت اللجنة المالية على عتفها كل النقاط التي تم ترحها كيفية تمريرها إذا كانت هناك لا تتحمل كلف مالية أو هناك مواضع وأهمها هي تقليل من عملية العجل وحسب ما حدله بقسم من زملان اللجنة المالية أنه ممكن تخفض الموازنة إلى تقريبا 42 بدل ما 62 هذا جانب وجانب تحمي دراسة الموازنة بالشكل العام مع كل الوزارات وكيفية صرف الأموال المخصصة الاستثمارية باعتبار الأموال الاستثمارية مخصصة للوزارات واللجانب المهم هو الموازنة في المتقالين حيث تم وضع مبلغ فيه 2.5 وهذا المبلغ لا يمكن تغطية خدمات في المعارضات ويمكن زيادة إلى 5 أو 6 مليار طيب إلى أين وصلت فيما يخص موضوعة استضافة الوزراء لمناقشة بنود الموازنة؟ من أجل الإسراء بالموازنة شكلت اللجنة المالية لجانب ترعية لجلوس مع الوزراء ودراسة الموازنة كالوزارة حسب المبلغ المخصصة لها حتى تعجل الموازنة وهناك بعض التصريحات من أعضاء اللجنة المالية أنه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم سيتم التصريح على الموازنة طيب فيما يخص ربما العجز وأيضا أسعار النفط كيف سيتم التعامل معها خصوصا وأن هذه الملاحظات تحدثت عنها اللجنة المالية؟ هذا التحدي المهم بالموازنة هو العجز والأسعار النفط المتخلدة هذا تكفل برئيس المزراء لأنه يحضر لجنة المالية ويجب على كل الملاحظات أو الإشكالات الموجودة في هذا الموضوع ومثل ما موجود بالموازنة أنه هناك بعض الفخرات أو الأمور التي يمكن من خلالها سد العجز وخصوصا الأقروض أو الإرادات أو زيادة الأسعار النفط في الفترة القادمة طيب سيدة الناب يعني بسؤال أخير وأيضا ربما ليس فيما يخص الموازنة بالتحديد لكن أيضا هو قانون العفو العام ربما هناك من تصريح أكدت كتلة تقدم بأن سيتم تشريع هذا القانون قبل الموازنة وحضرتك تذكر أنه الموازنة من الممكن أن تقر ربما خلال شهر هل تم التفاوض حول هذا القانون خصوصا وأن هناك لغة كبيرة حول القانون يعني ربما من يستهدف أو كيف سيتم تشريعه وبالتالي تنفيذ هذا القانون يعني هذا القانون نحن لا نسمع فقط بالإعلام نحن نحن أي موازن عراق وما بما يدور بين الكتلة الكبيرة أو دارة الدولة المشتعة في عراق الحكومة والاتفاقات التي دارت بهم وحجمها سمعنا لبعض أنه كل من يفس الموضوع حسب ما يريد يعني منهم من يقول أنه عصو عام شامل وهم يقول أنه لا تعديل القانون وفقرة الإرهاب ما بينش طيب أنتم كمستقلين ما هو موقفكم من هذا القانون أنتم معا نعم نحن نحن ننتظر إذا أكو قانون يطرح نقرأ المسودة طيب وعلى ظهر ممكن نحدد موقفنا جيد إذن النابع المستقلة سيد كاذب ألطوي كنت معنا مباشرة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات حمل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني نائبه قباد طالباني مسؤولية تفاقم الأوضاع المالية في مزينة السليمانية بيان لمكتب بارزاني عد مقاطعة طالباني اجتماعات مجلس الوزراء ظلما آخر يمارس بحق أهالي السليمانية وحلبتة ورابرين وكرميان وأشار لأنما فاقم الأوضاع المالية في السليمانية يتحمل مسؤوليته قباد نفسه وأشخاص آخرون من داخل حزبه بحسب البيان اتهم الاتحاد الوطني حكومة كردستان بالتمييز في توزيع الواردات والمشاريع والخدمات بين محافظات الإقليم خلال المدة السابقة عضو الاتحاد مرهان الشيخ رأوف قال أن الوصول لحلول ناجعة بين قطبي القوى الكردية يتطلب العمل وفق مبدأ العدالة والمساواة بين المحافظات لافتن لأن المرحلة المقبلة تتطلب الابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية من أجل إنصاف جميع مواطني أقليم كردستان تتصاعد وطيرة الخلافات داخل البيت الكردي شيئا فشيئا فبينما تدخل الوساطات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة لوقف التصعيد يصر كل طرف على موقفه ويرفض التنازل لم تتمكن الأحزاب الكردية من توحيد موقفها وعلاقتها وإبعاد خلافاتها باتفاق مركزي حتى وإن كان بضمانات تحافظ على استمرار الصلح بين أكبر الأحزاب في الإقليم الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي بل عقدت هذا الخلاف بخطابها الحاد يكون اختلاف على الإدارة وأيضا اختلاف على المناصب والثروات بالإضافة لاختلاف في وجهة النظر بإدارة الأقليم في نهاية المطاف الوساطات مستمرة من بغداد حاولت بغداد أو الحزاب في بغداد أن يقربوا وجهة النظر بين الحزبين لكن تجدرت في الفترة الأخيرة خصوصا حول المناصب في بغداد ونشارك في الحكومة وإدارة الأقليم العزلة التي يعيشها الحزبان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الكردستاني سببها عدم التفاهم والاتفاق على المصالح التي تقسم في داخل الإقليم وبغداد الكتل السياسية في إدارة الدولة وعلى حكم التحالفات دخلت أكثر من مرة وسيطا لإصلاح التوتر الكردي لكنها أخفقت بكل المحاولات لوجود أنه خلافات عميقة وهذه الخلافات فيها بعد تاريخي والآن أيضا هناك بعض الأمور تؤزم هذه لاستئثار الحزب الديمقراطي بالمناصب وبإدارة الأقليم وبالتضييق على الآخرين لذلك أنا أتوقع أنه الاستجابة سوف تكون بطيئة ولا بد أن تكون هناك ضمانات حقيقية من قبل الحزب الديمقراطي اتجاه الاتحاد الكردستاني حتى تكون هناك تفاهمات على أهم الملفات الديمقراطي مثلا يقول مراقبون إنه يسعى للاستحواذ على كل المناصب المتعلقة بإدارة حكومة الإقليم وهذا ما لا يرضاه الاتحاد الكردستاني وفرع أصل المشكلة وجعلها تبتعد كثيرا عن الحل الخلافات الكردية الداخلية لم تنتهي حتى بوساطات سياسية كانت من الأحزاب في بغداد لأسباب تعود إلى طريقة توزيع المناصب والاستحقاقات في الإقليم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني أحمد ليث بغداد قناة الرابعة أعلنت سلطة الطيران مدني تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية دخول المسافرين إلى مطار بغداد الدولي بدءا من السبت المقبل رئيس السلطة عماد الأسدي أكد أنه بدءا من السبت المقبل سيسمح لعجلات المسافرين الذين يحملون تذاكر السفر وللمغادرين بالوصول إلى بوابات صالة المطار عدل عجلات ذات اللون الأصفر أكدت كتلة تقدم النيابية أن قانون العفو العام سوف يشرع في البرلمان قبل تمرير الموازنة الاتحادية العامة النائبة عن الكتلة نهال الشمر كشفت عن وجود تقدم كبير في مفاوضات تشريع القانون فضلا عن النية الجادة لرئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني لحسم هذا الملف مضيفة أن قانون العفو العام سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمن الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات من جهتها أوضحت قانونية البرلمان أن مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمامها منذ العام الماضي وجرأ الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر النسان الحالي عضو اللجنة محمد عنوس قال أن القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف اتلاف إدارة الدولة وهم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس لافتاً إلى أن لجنته أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون بينها المخاوف من تداعياته والمطالبات بتشريعه يثير قانون العفو العام جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وبين التداعيات والمطالبات يستغل بعض السياسيين هذا الملف لتحقيق منافع انتخابية لا يزال قانون العفو العام يثير الجدل والسجالات بين جميع القوى السياسية الفاعلة لا سيما السنية والتي أخذت على عاتقها المطالبة بتشريعه برلمانياً نواب يؤكدون اكتمال 50% من المواد والبنود الخاصة بالقانون وسط خلافات حدة داخل البيت السني النقاش موجود الآن في اللجنة البرلمانية تقريباً أكثر من 50% من الفقرات تفق عليها ولا يزال النقاش على الفرقات الأخرى عندما يتفقين اتفاق سيقرأ التصويت بعد أن نأخذ موافقة للحكومة أصلاً القوى السياسية الشيعية المتمثلة بالإطار التنسيقي تبدي مخاوف كبيرة اتجاه بعض مواد القانون وأبرزها الفقرات والتي قد تفتح باب العودة للإرهاب والمجرمين مرة أخرى ما ممكن أن نمرض القانون بصيغ تفتح للآخرين باب عودة المجرمين وعودة الدواعش وعودة الإرهابيين من خلال بوابة هذا القانون من أجل كسب دعايا انتخابية أو جمهور الانتخابي لبعض الجهات السياسية وتسعى أطراف سياسية سنية إلى استغلال قانون العفو العام لدواع انتخابية وتسويقية لمشارعها الحزبية فضلا عن سباق بعض القيادات السنية للزعامة على حساب المغيبين والمحتقلين في السجون وفقا لناشطين نحن مع إقرار القانون بصيغة التشريعية الحقيقية المهنية الموضوعية بعيدا عن المناكفات السياسية إضافة إلى ذلك أن يواكب إقرار القانون حزمة من الإجراءات وحزمة من القرارات التي تضمن تنفيذ القانون بشكل عادل وصحيح وأن لا يرتهن لأهواء وتجاذبات وأغراض سياسية معينة ويعد تمرير القانون جزءا من اتفاق سياسي لإتلاف إدارة الدولة قبيل تشكيل الحكومة الحالية إلا أن تشريعه خلال الوقت الراهن هو بمثابة مجازفة كبيرة على المستوى السياسي والشعبي ويخضع قانون العفو العام إلى مزايدات سياسية بين الأحزاب السنية التي تدفع باتجاه تشريع القانون لأغراض انتخابية يراها كثيرون من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلن وزير التجارة أثير داود الغراري تسلم أول كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين لموسم 2023 في سائل الكوتة وقال الغراري في بيان أن الملاكات الحسابية في فرع واثط صرفت أول سك للمستحقات المالية للفلاح فرى الانتهاء من عملية تفريغ المحصول واحتسابه حسب برنامج الحاسبة مضيفا أن موسم التسويق لهذا العام يحظى بدعم حكومي هذا وأعلنت الشركة العام لتجارة المواد الغذائية وصول باخيرة محملة بثمانية وثلاثين ألف طن من مادة الرز وقال مدير عام الشركة لما الموسوي إن الباخيرة كانت قد وصلت إلى منطقة الإدلا في ميناء أم قصر محملة بمادة الرز المقرر تجهيزه ضمن مفردات السلة الغذائية وأوضحت الموسوي أن فريقا من فاحصي المختبر حسب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصا أوليا ومن ثم إرسال النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري امتعاض شعبي تشهده واسط بسبب تعطل الحصة الغذائية لأكثر من شهر ويتزامن هذا الامتعاض مع موجة غلاء بأسعار المواد الغذائية لم تألفها المحافظة من قبل تتصاعد شكاوى المواطنين في واسط تجاه عمل وزارة التجارة الحصة الغذائية المتدنية كاملا ونوعا وتعطل لأكثر من أربعين يوما وأحيانا تصل إلى الشهرين فيما جوبها زيارة وزير التجارة للمحافظة بالامتعاض الشعبي والحصة ما تكفي سبع بطارة ديشن إن من يكفن الشكرات ها كثورت شاية هذا سمهن صابون ماكو تايش ماكو شي اسمه ماكو كاشرهم الطين للشكرات والتمنات الوي هم أطول الطحينة عمي يعانين الطحين الطونة يا ها كل شي ما نريد مو اليوم زارة الكوت غير مريدي هسيحنا من زارة الكوت تجاهل على مواطن كون شافة قال لش محتاز عمي هاي الناس كلها فقرة شي تكفي الحصة إرحمة الوديك يطي يعني أكل بطل كل نفر يطي بطل زيت يعني البطل زيت شي كفي يعني لا تقصد يعني الفقير يعني كلش كلش طايحة يعني أموره منتهي شغلته منتهي تعبانة يعني يوميتها لا كلش يطلع للسوق يحك نفسه كلش قوي يحصل لعشر تالاف دينا ويصف مراقبون في واصل زيارة وزير التجارة بالسياسية والاستعراض الإعلامي الذي يضخ في كميات كبيرة من الوعود أكبر من كميات الرزة الذي يوزعه الوكلاء للمواطنين الزيارة السياسية كون أن هذا الفريق الوزاري لم يلتقي بوسائل الإعلام لم يلتقي بشريحة ولو جدا بسيطة أو نماذج من الناس البسطاء اللي يقتاتون فقط على السلة الغذائية والبطاقة التموينية من أجل زيادة كمياتها من أجل معونة هؤلاء الناس الفقراء من أجل كذلك تحسين نوعيتها وتشهد محافظة واصل تراجعا كبيرا في مستوى تجهيز الحصة التموينية ومادة الطحين واصطحالة من الغلاء الفاحش تعيشه الأسواق المحلية من مدينة الكوس جاد العاطية الرابعة أحبطت هيئة القمارق محاولات لتهريب أكثر من خمسة ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الألكترونية مدير الهيئة حسن العقالي ذكر بأن اللجان التفتيشية والمتابعة القمرقية عثرت على أكثر من ألف ومائة بطاقة دفع ألكتروني بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية وأضافها العقالي أن القيود الحكومية الأخيرة المشددة دفعت المتحايلين إلى اللجوء للمزيد من الطرق الملتوية لتهريب الدولار كشف النائب محمد البلداوي عن وجود فساد كبير وهجر للمال العام في تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق المحررة البلداوي في بيان قال أن ملف أعمار المناطق المحررة وقع بيد مجموعة من الفاسدين والشخصيات السياسية المتنفذة التي حالت دون تطبيق البرنامج على أرض الواقع مشيرا إلى أن السمة البارزة لتلك المناطق أصبحت ملفات الفساد التي أخذت أو أخذت تنكشف خلال المدة الحالية واحدة تلو الأخرى أكد محافظ بابل وسام أصلا أن مدرس الوزراء قرر رئيس إناف العمل في مشروع مجاري الحلة وتاهيل شارح ستين وأكد أصلا خلال حديثه للرابعة أن رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وافق على إحالة المشروع إلى الشركات المتحالفة العلام إحنا حقيقة أطلعنا على الآخر مجريات موضوع المشروع المجاري بالتوقف الأخير الذي حصل بكتاب من وزارة التخطيط وعلى غرار هذا الموضوع شكل دولة رئيس الوزراء فريق رفيع المستوى رفع اليوم توصيات لدولة الرئيس وأصدر مجلس الوزراء قرار اليوم باستئناف العمل بالمشروع والاستمرار بالعمل مع الشركة المتعاقد معها لتنفيذ هذا المشروع تنتشر المطاعم المخالفة للضوابط الصحية في النجف الأشرف بالتزامن مع عمليات الغلق المستمرة التي تقوم بها دائرة الصحة في المحافظة في سابقة هي الأولى من نوعها في محافظة النجف التي تشتهر بمطاعمها السياحية والعصرية أغلق بعض المطاعم لعدم مطابقتها للشروط الصحية والتي سارعت دائرة صحة النجف إلى إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها الذين لم يراعوا حياة المواطنين ومصائرهم ولم يطبقوا أدنى شروط البيئة الصحية عدنا خطة متكاملة معدة من قبل دائرة صحة النجف مثل ما خبرتكم متمثلة بقسم الصحة العامة على جميع المطاعم التي تم افتتاحها بشكل رسمي والتي هي تحت ضوابط وإجراءات دائرة صحة النجف وكذلك المطاعم المتجاوز أغلب المطاعم الشعبية المتواجدة نحن متابعهم باستمرار إذا ما استجاب أدنى إجراءات قانونية من غرامات وغلق ظاهرة المطاعم الشعبية وبساطتها انتشرت بشكل مفرط في الآوينة الأخيرة وزادت شعبيتها دون النظر إلى التزامها بالشروط أمر يرى فيه عدد من أصحاب المطاعم تأثيرا كبيرا على سمعة المطاعم العريقة في المحافظة بشكل عام يعني النجف تميزت بمطاعم مشهورة بنظافتها بسلوب عملها بشهرتها فظهرت بعض المطاعم حاليا اللي هم لا أهل خبرة ولا أهل مصلحة فيما طالب مواطنون نجفيون الجهات الحكومية والصحية إنزال أقصى العقوبات بحق من يستخف بأرواح المواطنين وصحتهم لازم على صحة النجف أنه تتخذ إجراءات قانونية وصحية تجاه هذه المطاعم اللي هي انتشرت بالآن الأخيرة يعني هاي المطاعم العشوائية بالنجف لازم تكون عليها رقابة من الصحة يعني كافي استهتار بحياة المواطن محافظة النجف شهدت خلال العقل الأخير نقلة نوعية في حركتها الاقتصادية فضلا عن توسع في الموالات والمطاعم الأمر الذي يستدعي الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال مراعاة تقديم أفضل الخدمات للزائرين سابقة خطيرة تهدد حياة العاملين هنا في محافظة النجف ما لم تكثف الجهات الحكومية المختصة من رقابتها على بعض المطاعم التي تدعي الشهرة من أجل كسب بعض المال على حساب حياة وصحة المواطن تحسين الشيخ الرابعة النجف الأشراف بدأت عملية أجلاء الجالية العراقية في السودان وزارة الخارجية قالت في بيان أن طائرتين مخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان قد وصلت إلى مدينة بورت سودان في السودان لإرجاع العراقيين العالقين هناك بسبب الأحداث الحاصلة وكان رئيس مجلس الوزراء محمد الشعاع السوداني قد وجه في وقت سابق بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في مناطق الاشتباكات بسبب الأحداث الدامية في السودان في اليوم الأخير للهدنة الرابعة من نوعها اندلعت اشتباكات في نقاط عدة في الخرطوم وقال الجيش السوداني إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة مشيرا لأن قوات الدعم السريع في أمدرمان والخرطوم تحاول نقل عملياتها إلى منطقة شرق النيل وفي مقابل التعزيزات التي استقدمها الجيش من مدن عدة تحسبا لجولة جديدة من القتال جلب الدعم السريع بدوره قوات إضافية من المناطق الغربية والجنوبية الغربية هذا كما وافق قائد الجيش السوداني مبدئيا على مبادرة إفريقية جديدة تتضمن تبديد الهدنة والتفاوض مع قوات الدعم السريع الجيش السوداني في بيان أعلن موافقة قائده عبد الفتاح البرهان على مبادرة تضمنت مقترحات لحل الأزمة الحالية في حل لم يصدر أي تعليق من الدعم السريع وحسب بيان الجيش فأن المقترحات تتضمن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة وإفادة ممثلين عن الجهات المتصارعة إلى جبال التفاوض وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى لبنان في زيارة رسمية عبداللهيان وبعيد وصوله إلى بيروت جددت دعم للبنان مشيرا لأن إيران طالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلا وأضاف أن بلاده لديها بعض الأفكار والمبادرات من خلال العلاقة الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان بدأ الناخبون الأتراك في الخارج بالتوجه إلى صنادق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عند البوابات الجمرغية والبعثات والممثليات التركية وتستمر عملية التصويت التي تبدأ اليوم في 73 دولة و156 ممثلية حتى التاسعة من الشهر المقبل ووفقا للجنة العلقة للانتخابات إن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 64 مليون و113 ألف وتسعمائة وواحد واربعين ناخب منهم ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة عشر ألف وتسعم وثمانون ناخبا سيقومون بالاقتراع من خارج البلاد وهم المغتربون ختم هذه النشرة نذكركم بعنوينها بجدول أعمال يخلو من الموازنة البرلمان يستينف جلساته السبت المقبل والمالية النيابية تعد جدولا لاستضافة الوزراء مع تفاقم الخلافة الكردي بارزاني وحامي لقوبة المسؤولية والاتحاد يتهم الديمقراطي بممارسة التمييز بتوزيع الواردات الشكاوات تعالى من التلقئ بتجهيز مفردات البطاقة التموينية وأسألة الغذائية تختفي خلف وعود وزير التجارة بطائرتين خاصتين بدأوا عمليات إجلاء الجالية العراقية من السودان وقائد الجيش يوافقوا على مبادرة إفريقية لتمديد الهدنة لمزيد من الأخبار وإبداء الآراء حول نشرتنا يمكنكم زيارة موقعنا الرابعة دوتيبي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي دائما فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تليجرام، تويتر، سنابشات وتيك توك شكرا لكم وإلى اللقاء